اجتمعت بعثة الحج برئاسة سعادة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان برؤساء الليجن للإطلاع على الجهود المبذولة لتوفير أفضل الخدمات المقدمة لحجاج البحرين في الديارة المقدسة وقد دشن رئيس بعثة الحج وعدد من مسؤولي البعثة العيادة الطبية في مقر البعثة بمكة المكرمة لتقديم كافة الخدمات الطبية للحجاج طيلة فترة تواجدهم في الديارة المقدسة التفاصيل في التقرير التالي برئاسة الدكتور محمد طاهر القطان نائب رئيس بعثة مملكة البحرين للحج اجتمعت البعثة برؤساء الليجن وذلك بهدف الاطلاع على آخر المستجدات والإنجازات التي تمت خلال الفترة السابقة وقد وجه القطان رؤساء الليجان إلى بذل كافة الجهود وبأقصى الإمكانات لأداء مهام البعثة تجاه الحجاج وأصحاب الحملات بما يعكس الاهتمام الكبير الذي توله القيادة الحكيمة لحجاج بيت الله الحرام الاجتماع اليوم الذي دار بين إدارة البعثة ورؤساء الليجان هو اجتماع دوري تقوم به البعثة كل عام وذلك لحاجة الوقوف على الاستعدادات لاستقبال الحجاج في المخيمات وبالتالي تقوم كل لجنة بعرض برنامجها من أول يوم وصولها إلى الديار المقدسة إلى هذا اليوم وقدشنا سعادة الشيخ عدنان القطان رئيس بعثة مملكة البحرين للحج وعدد من مسؤولي البعثة العيادة الطبية في مقر البعثة بمكة المكرمة والتي بدأت تجهيزاتها قبل دخول شهر ذي الحجة طبعاً الكادر الطبي تكون تقريباً من 44 شخص فيهم 10 أطباء و11 ممرضين وممرضات وفيه 7 صايدلة من الكلا الجنسين وفيه كادر مفتشين وخصائيين صحة عامة وفنيين كمبيوتر ومحاسبين وطبعاً الكادر الثاني طبعاً بدنا نستقبل تقريباً يومياً من بدنا 30 حاج إلى 40 نوصل تقريباً إلى 140 شخص في هالأربعة أيام وفي بعض الحالات البسيطة اللي حولت لك أشعة ولا شيء إلى المستشويات بس ما في رسم الله أي حالات خطرة يذكر أن العيادة الطبية تحتوي على كافة التجهيزات الطبية من أجهزة ومعدات وأدوية تخدم حجاج بيت الله الحرام إلى جانب تواجد سيارة إسعاف على مدار الساعة للحالات الطارئة كل ذلك يتوج بجهود 44 عضواً هم الخلية النشطة للجنة الطبية ببعثة مملكة البحرين وقد كان للجنة الأمنية بالبعثة دور مهم في التأكد من سلامة مقر إقامة الحجاج في مشاعر ميناء وعرفة حيث قام الوفد بالكشف على المرافق كالخيام والتمديدات الكهربائية وأدوات السلامة التي يجب أن تحتوي عليها جميع خيام الحجاج إضافة إلى التأكد من توافر مخارج الطوارئ في جميع أنحاء المخيم كما قام الرئيس بعثة مملكة البحرين للحج وعدد من المسؤولين ووفد اللجنة الأمنية بزيارة استطلاعية لمشعر عرفات وميناء الأمر الذي توليه البعثة أقصى درجات الاهتمام وتحرص فيها على بذل أكبر الجهود في راحة حجاج بيت الله الحرام جهود المبذولة في تنظيم مقرات وخيام حملات الحجاج والتأكد من التزام الحملات بكافة الشروط التي وضعتها البعثة بالتعاون مع قوات الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية مما يوفر الأمن والسلامة للحجاج في جميع مراحل الحج وأثناء التفويج بين المشاعر المقدسة ترجمة نانسي قنقر